في موزنبيق وزمبابوي وملاوي تتكرر هذه المشاهد نفسها مشاهد هي من آثار الإعصار الإيدي المر من هنا نهاية الأسبوع الماضي فإنما مر الإعصار يخلف وراءه قتلى ومفقودين وينتظر آلاف الأشخاص العالقين في مناطق غمرتها المياه وصول أجهزة الإغاثة رغم تراجع مستوى المياه خلال الأيام الأخيرة يعيش آلاف الأشخاص في الدول المتأثرة بالإعصار خصوصا في الموزنبيق ظروفا صعبة مع شح المواد الغذائية والصحية نظرا إلى حجم الكارثة رغم أعمال الإغاثة المستمرة وحذرت منظمات دولية من المخاطر الصحية وبشكل أساسي من المالاريا والكوليرا ففي زمبابوي البلد الأشد تضررا من الكارثة تأثر أكثر من مئتي ألف شخص من الإعصار إيدي حسب تقارير الأمم المتحدة 90% من المنطقة لاحق بها دمار كبير وعدد المنكوبين في زمبابوي من جراء الفيضانات المدمرة يقدر بحوالي 200 ألف شخص الأوضاع في بلدة تشيمانيماني في شرق زمبابوي على الحدود مع موزنبيق سيئة للغاية اجتحى الإيصار إيدي اليابسة عبر زمبابوي وملاوي حيث سوى مباني كثيرة بالأرض قادما من المحيط الهندي مصحوبا برياح وصلت شدتها إلى 170 كم في الساعة ويعد إيصار إيدي الأقوى من إيصار إيلين الذي ضرب المنطقة عام 2000 ما أصفر عن مصرع يزيد من 800 شخص في المزنبيق فقط اشتركوا في القناة